النادي الاهلي في الساعات اللي فاتت تلقى اول اتصال رسمي من جانب نادي النصر السعودي بخصوص الحصول على خدمات محمد الشناوي يعني محمد الشناوي كان فيه تواصل بينه وبين مسؤولي النصر خلال الفترات الماضية والنادي الاهلي طلب ان يكون التواصل من خلاله عشان يبت في هذا العرض اللي حصل مبارح انه مسؤولي او الوسطاء تواصلوا مع امير توفيه مدير التعاقب في النادي الاهلي وطلبوا محمد الشناوي وعرضوا رقم الرقم ده ما عجبش الاهلي مبدئيا الرقم ده ما عجبش الاهلي مبدئيا وطلب زيادة المقابل المالي عشان يبت في العرض ويشوفوا العرض النادي الاهلي من حيثوا المبدأ وتركوا الكلام ده اكتر من المرة احتراما لتاريخ الشناوي وما قدمه الشناوي للنادي الاهلي منفتح انه يسمع عروض ويسمع مفاوضات بخصوص هذا الامر لكن حتى الان الرقم اللي وصل للنادي الاهلي بشكل رسمي هو مش رقم كبير طيب دي جزئي